انطلقت في انجلترا البطولة المفتوحة لكرة القدم الغولف على ملعب يضم أكثر من مائة لعب هذه الرياضة كما يوحل اسم هي عبارة عن مزيج ما بين كرة القدم والغولف حيث يقوم اللاعبون بتوجيه كرة القدم ذات الأحجام العادية حول ملاعب الغولف القياسية إلى ثقوب قطرها 52 سنتيمترا تماما كما في الغولف واللاعب الذي يأخذ أقل دربات هو الفائز